جزاكم الله خير وأحسن إليكم من دولة البحرين رسالة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك تقول أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن لها سبعة أسئلة في أحد أسئلتها تقول إذا قمت بعد السجود في الركعة الثانية في الصلاة الربعية وقبل الاستواء تماما تذكرت أني لم أجلس للتشاهد الأول فجلست وأتممت الصلاة فهل علي سجود سهو؟ إذا كانت قامت وانتقلت من الجلوس ثم رجعت قبل أن تستتم قائمة فإنها تسجد للسهو لأنها انتقلت وتحركت وزادت في الصلاة حركة وقياما فعليها أن تسجد للسهو عن هذه الزيادة أما إذا كانت لم تنتقل من الجلوس وإنما تحركت القيام ثم ذكرت وأعضاؤها لم تهارق الجلوس فليس عليها سجود سهو لا